تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما هي النصيحتكم للأب والأم والمدرسة في تربية الأبناء النصيحة للجميع يوجه الأبناء إلى طاعة الله وأن يعلموا الأخلاق الفاضلة وكلمات الطيبة وأن ينصحوا في طلاب العلم والتفق في الدين والمحافظة على الصلاة وعلى حسب الخلق مع الوالدين ومع الأقارب ومع السبار والضيوف وعلى الوالد والوالد أيضا أن يكون مثالا صالحا لأولادهما في الأخلاق الفاضلة والمحافظة على الصلاة في الجماعة والحضر من المحرمات كالمسكرات والدخان وحلق اللحية وأشبه هذا على الوالد يكون مثالا طيبا لأولاده في شرته الطيبة وفي محافظة على الصلاة في الجماعة وفي توفير إهلية وفي اجتنابه المعاصي وهكذا الأم كل منهما عليها يكون مثالا طيبا في الأخلاق الفاضلة والأمال الصالحة والحذر من المعاصي نسأل الله المسلمين الهداية